أهلا بكم، قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك إن واشنطن تسعى لمفاوضات شاملة مع إيران تشمل تطوير الصواريخ ودعم الإرهاب وأضاف هوك إن الإيرانيين يتحدثون عن الدبلوماسية ويقومون بأعمال إرهابية أحد أهدافنا الأساسية لسياستنا اتجاه إيران هو الضغط على النظام لإجباره على تغيير سلوكه المزعزعي للاستقرار نحن نسعى إلى مفاوضات شاملة على أن تكون شاملة بحق هذا يشمل الملف النووي لكنه يتضمن أيضا دور إيران في المنطقة وبرنامجها الصاروخي ودعمها للإرهاب واحتجازها للرهائن وأضاف هوك أيضا إن تصديق رواية الرئيس الإيراني ووزير خارجيته تضعف من فعاليتي ومعايير المؤسسات الدولية دعوني أكون واضحا الهجوم على أرامكو كان متطورا ودقيقا بدرجة تفوق إمكانيات الحوثيين إن قبول الرواية الإيرانية يهدد الأمن الدولي ويعفي الدول من الرد على عمليات مشابهة وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني كشف قبيل مغادرته طهران متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كشف عن ملامح خطته لتأمين الخليج وقال روحاني إن المبادرة لا تقتصر على البعد الأمني فقط وإنما لها أبعاد أخرى كالبعد الاقتصادي مشروعنا الذي نحمله هو حول أمن المنطقة وهو لا يشمل جانب الأمني فقط وإنما السياسي والاقتصادي أيضا وسيكون بعنوان مبادرة سلام هرموز جميع دول الخليج الفارسي ومنطقة هرموز مدعوة إليه لم نعلن عن التفاصيل ولا نعلم ردود الفعل لكن الأمريكيين متلهفون جدا لدراسة هذه المبادرة نحن نريد سلاما طويل الأمد في المنطقة أما وزير الخارجية محمد جواد ضريف فقال إن الهجوم على منشآت أرامكو لو كان إيرانيا لدمرها تماما ولعانت السعودية من أضرار شديدة وقال ضريف إن الحثين حصلوا على أسلحة اشترها الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وأن لديهم التكنولوجيا المتطورة والدراية الفنية اللازمة التي سمحت لهم بتحسين الأسلحة التي بحوزتهم من جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون إن الهجوم على إيران لا يدعم الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران وقال مكرون إنه ينبغي توخي الحذر عند إلقاء اللوم في الهجوم الذي صدم أسواق النفط وأضاف مكرون بأن الفرصة ما زالت قائمة لإجراء مناقشات بين الطرفين مع إقراره بأن فرص عقد محادثات بين ترامب وروحاني لم تتحسن منذ وقوع الهجوم أيضا رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن تورط إيران في هجوم أرامكو وطالب موسوي بريطانيا بالتوقف عن بيع السلاح للسعودية بدلا من الجهود غير المثمرة ضد إيران من جهته أكد جونسون أن الوقت حان لإبرامي اتفاق نووي جديد مع إيران مهما كانت الاعتراضات على الاتفاق النووي القديم كما أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أيضا علي ربيعي أن طهران أفرجت عن نقلة النفط سينا إمبرو التي كانت تحمل أو ترفع العالم البريطاني عند احتجازها قبل أكثر من شهرين وأفاد ربيعي أن الإجراءات القانونية انتهت وبناء على ذلك تم استكمال الظروف التي تسمح بالإفراج عن نقلة النفط التي بات بإمكانها الإبحار وكانت إيران احتجزت نقلة النفط في التاسع عشر من تموز يوليو الماضي في مياه مضيق هرموس وينضم إلينا من عمان حسن المومني أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية سيد المومني يبدو أن إيران تحاول نقل الصراع مع السعودية أو مع دول الخليج إلى أروقة الأمم المتحدة هذه المبادرة التي يقترحها روحاني هل هي مبادرة حقيقية لرأب الصدع الحاصل في مضيق هرموس على المستوى الأمني والسياسي أم أنها محاولة من روحاني لذر الرماد بالعيون وهي الاستهلاك المحلي أكثر مما هي مبادرة جدية مساء الخير لك ولمشاهدين الكرام لا يجب النظر إليها ضمن ما يسمى في تبادل الكرات ما بين الأطراف وضمن اللعبة الدبلوماسية الحاصلة حقيقة الآن بجنب تصعيد التكتيك الذي حاصل في سياقه سواء كان مهاجمة السفن أو العقبات الاقتصادية وغيرها في هذا الجانب الآن بعد الهجوم على الوقع على المنشآت النقطية السعودية والاتهامات التي وجهت إيران فيه هناك الضغط الدبلوماسي يتحدى موضوع السعودية والولايات المتحدة الأمريكية إلى حد ما في نوع من العالمية بمعنى بعض الدول أيضا انضمت إلى مسألة الاتهامات زي بريطانيا التصريحات الفرنسية فيها نوع من التغيير دعني فقط أوضح هذه النقطة نحن نتحدث فقط عن بريطانيا وأستراليا التي وافقت على المقترح الأمريكي في حين أن أوروبا متحفظة ما تزال وما يقوله ما قاله مكرون في الأمم المتحدة يسبب ذلك تفضل خلينا بس خلينا نكمل فالآن بما أن الكرة أصبحت في ملعب إيران يفترض في اللعبة الدبلوماسية أن أيضا إيران ترد الكرة وتقدم مقترحات دبلوماسية لاحتواء وتخفيف الضغط على نفسها من الأمريكان لأنه أيضا متوقع إثارة هذه السلوك الإيراني في الأمم المتحدة لأنه أيضا هناك خبراء مثلا من الأمم المتحدة ذهبوا إلى السعودية من أجل فحص مخلفات هذا الهجوم وكل هذا المر ووزير الخارجي السعودية تحدث عن أن لدى السعودية كثير من وسائل وسوف تتخذ كثير من هذه الأمور في حال ثبوت تورط إيران الولايات المتحدة فهي يجب أن نظر إلى مشروع روحاني وبالمناسبة هذا ليس المشروع الأول يعني في البداية كان منذ البداية تحدث عن أن عمنا الخليج هو مسؤولية أهل الخليج وكل هذه الجوانب وكل هذا المر وأيضا نعم وأيضا روحاني بمشروعه هو بده أيضا يواجه المشروع الأمريكي نعم سيد نمني أنت تتحدث عن روحاني وتأن خطته التي سيقترحها في الأمم المتحدة دعني فقط أسألك هذا السؤال ستلاقي صدا طيبا في حين أن واشنطن استبقت طرح هذه الخطة بتصريحات المبعوث الأمريكي إلى إيران توماس هوك والذي قال بأن الاتفاق الجديد مع إيران يجب أن يشمل دعمها للإرهاب تطوير الصواريخ وكذلك السلاح النووي لأي درجة سيستقبل المجتمع الدولي وعلى رأسه واشنطن هذه المبادرة بعين الجدية مبادرة روحاني لا أعتقد أنا لم أقل بأن سوف تلقى ترحيبا لا لا يعني معظم المبادرات الإيرانية منذ عام لم ترقى ترحيبا من المجتمع الدولي ولا الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الأمر لكن هي محاولات تكتيكية لتخفيف الضغط وأيضا للاشتباك الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع العالم الآن رح نشاهد باعتقادي أكثر من مقترح من أكثر من طرف يعني السعوديين رح يتحدثوا في سياق نظرتهم الأمريكان رح يتحدثوا والأمريكان استبقوا بهذا الجانب وأنت تعلم اجتماعات الجمعية العامة فرصة في سياق الدبلوماسي متعددة الأطراف لكن أيضا هناك بالسياق والاقتراح الإيراني فتكون قضية أساسية نعم هناك في الاقتراح الإيراني إلى جانب الدبلوماسية كما تقول شكل من أشكال التصعيد الخطابي العسكري إن صح التعبير ذريف قال بأنه لو صحت الرواية السعودية بأن إيران من هاجم أرامكو الضرر الذي سيحدث سيكون أكبر هناك عباس موسوي الذي أيضا قدم تصريحات وهناك أيضا مصادر بالحرس الثوري التي تقول دائما بلهجة عالية بأن المخترح العسكري على الطاولة فأين الدبلوماسية في كل هذا الخطاب؟ لا ما هي كمان دبلوماسي باكت بايفورس الدبلوماسية المدعومة في القوة هذا كمان أسلوب إيراني موضوع التهديدات وموضوع عدم إظهار الضعف لأن أيضا إيران بدأت تسوق دبلوماسية وسياستها للداخل بهذا الجانب وأيضا بدأت ترسل رسالة بأن إيران ليست بالهدف السهل وأن إيران ترفع تكلفة في هذا الجانب وفي هذا الاتجاه فهذا مفهوم حقيقة كل مسؤولين الإيرانيين يرسلوا رسالة متناقضة تارت يتحدثوا عن رغبة أو تارت يتحدثوا عن لقاء مع ترامب وبعدين نفوه اليوم اليوم تحدثوا عن رغبة فبالتالي هذه جزء من التكتيك الإيراني في التعاطي مع المسألة شكرا جزيلا لك أستاذ حسن المومني أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية كنت معنا من عمان والآن إلى فقراتنا المغاربية مع زميلة نجلاء أبو مرعي شكرا زهر